خلال السنة الصينية الجديدة أخذ التقليد اتجاها جديداً بحيث اكتسبت الملابس هامفو الصينية التقليدية شعبية واسعة بين الشباب الصيني سيأخذنا مراسل CGTN لمقابلة شابة تدير ورشة لصنع هامفو وهي تضيف لمسة عصرية إلى تصميماتها الخاصة للزي التقليدي تينغيو هي مصامة ملابس هامفو في مدينة تشندو جنوب غربي الصين دلست الإدارة في سيدني وعملت في شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمستشارة لكنها قررت العودة إلى مسقط رأسها لبيد تصنيع تصميمات هامفو حالياً تدير شركة تجارة الإلكترونية ناجحة وتزمن موسم ضغط العمل لديها مع قرب عيد الربيع الصيني عندما تصوق الناس لملابس التقليدية للاحتفال بالمناسبة هذا أحمر صيني إنه عيد الربيع فوضعنا زهوراً على اللباس وهذا العام هو عام الأرنب لذلك وضعنا أرانب في كل مكان يشهد التقليد زيادة في الإقبال خاصة في فترة عيد الربيع عندما يرغب الأهالي فأن يتعرف أطفالهم على الثقافة الصينية القديمة والحفاظ على جزورها هذا ما كان يرتديه أسلافي منذ مئات السنين ربما كانت فتاة في عمري ترتدي نفس الفستان تضفي تين يو حياة جديدة إلى أسليب قديمة حظي هذا بشعبية كبيرة في عهد أسرة تحام في الوقت الحاضر أصبح مثل وشاح هنا لهذا نجمع بين النمط القديم والتصميم الحديث ونصدر نمطاً جديداً من حان فو هذا هو الزي الجديد للعام الجديد ترجمة نانسي قنقر